كان مفروض النهاردة وأنا موجودة كده هنا في الستوديو يكون عندي عازفين وبعدين يدخل المايسترو ويبدأ يوزع بقى الموسيقى الحلوة إيه حكاية المايسترو؟ المايسترو ده كان موجود في الموسيقى الأجنبية طول الوقت بالذات الكلاسيكية عشان توزيع الموسيقى والألات المختلفة كانوا يقولوا على الموسيقى العربية يقولك الموسيقى العربية كانت يعني مفروضة أن هي يعني على وطيرة واحدة فما كانت شينفة لكن مع تطور الموسيقى واختلافها باقت الموسيقى العربية أبدا مش على وطيرة واحدة وبالتالي كان مطلوب يكون فيه ألات طب مين حيقود الألات؟ لازم يبقى مايسترو مين المايسترو؟ لازم أولاً يكون خبير موسيقي يعني عارف كل الألات وعنده رؤية وعنده وجهة نظر وفنان ده اللي بينطبق تماماً على ضيفي المايسترو هاني فرحات هاني فرحات فنان على قلة الكمان لكن فنان في الموسيقى وعمل تطوير كبير جداً في الموسيقى هو النهاردة مايسترو لكن كمان مهم أنه موجود في التاسعة علشان يقول لنا كل الأخبار الحلوة عن تقلده منصب رئيس مؤتمر ومهرجان الموسيقى العربية كل الموسيقى والفنون الليلة في التاسعة مع الموسيقى رهاني فرحات مساء الخير مساء الخير لأنا كنت عايزة بقى تشله وكمان وأنون يعزفه معايا يعني لا واضحة أن حضرتك كمان مثقفة موسيقياً جداً 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 فانت شرح دي كل حاجة بممتاز سهولة باعثك الموسيقى خليني أبدأ بمهرجان الموسيقى العربية وبعدين نعيش معك بقى أشكرك الأول على تعريفك بمهرجان الموسيقى العربية بأنه هو المؤتمر العلمي ومهرجان الموسيقى العربية أشكرك على التوضيح وعلى الإكسبريشن ده طيب وده حيخليني أقول أن تقلدك أنت تحديداً هاني فرحات الموسيقي كونسرفاتوار خبرة حفلات في أوروبا والعالم العربي وفي كل مكان إيه جديد مهرجان الموسيقى العربية في وجود المايسترو هاني فرحات محاول طمر الأول هتعمل في إيه المؤتمر هنرجع للأصل أنا لما أجي أشرح لك أن فكرة مهرجان الموسيقى العربية اتعامل من 31 سنة دي الدورة للتنين وثلاثين طبعاً شرف عظيم أن أنا أترقص إدارة الدورة للتنين وثلاثين شرف وقرث كبير جداً وحمل تقيل جداً 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 على كتفي بس أنا عايز أشرح لك أقولك أنه فكرة مهرجان الموسيقى العربية اتعامل علشان مؤتمر علمي يلم كل أسدزة الوطن العربي يتناقشوا مع بعض يتقدم فيه أبحاث وباحثين وأصله التعليم أصله اللي عنده علم ينقله اللي بقيت الوطن العربي اللي بقيت الورفقة أنا بشوف أنه اتأسس على حاجة قيمة جداً 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 أنا طوله عمري بقول أن التعليم ده أكبر سواب ممكن تخديه في حياتك لأن أنا كمان أدعي أن أنا كنت محسوس جداً وأنا ماشي في الشارع كده كنت بقابل الناس تقول لي حاجة أتعلم منها حاجة فأنك يبقى أصل مهرجانك البحث والأبحاث والباحثين ومؤتمر علمي وتبادل الخبرات وتبادل العلم دي حاجة قيمة جداً وده اللي يفرقوا عن مهرجانات كتير صحيح إنه فيه هنا البحث هو ده الأصل إحنا كشعب مصري بنغني من زمان آلاتنا موجودة على المعابد أصلاً فطبيعي جداً يكون عندنا المعتمد صحيح خلال أنا واثقة من التحدي ده لكن التحدي التاني بتاع المهرجان إيه أكبر تحدي أنت بتقابله السنة دي؟ الدورة دي إن أنا عندي شوية حاجات كده اتأسست السنوات اللي فاتت على مدار عشرين خمسة عشرين سنة نفسي أصحاحة زي نفسي أقول إن الموسيقى العربية دي كلمة يعني شمولية أكتر بكتير ما إحنا محصرينها في عصر معين أو في نوع مزيكة معين أو في طريق الغنى معينة الموسيقى العربية أشمل بكتير الموسيقى العربية لازم أنا أتناول دلوقتي الأغنية المعصرة والموسيقى المعصرة ونقش إيه حكاية الراب اللي عندها فانز ومعجبين بالألافة إيه حكاية الراك اللي في مصر طيب إنت هتناقش الراب والتراب وكل الحاجات اللي موجودة الجديدة دي في المؤتمر؟ دا هتناقش دا والأي آي والزكاية الاصطناعية هنقش كل المواضيع اللي إحنا بنفكر فيها ومهتمين بيها وخايفين منها طيب إنت كده هتصح حاجات لأن الناس برضو مرتبط عندها الموسيقى العربية يعني يليل طرم صحيح بس صحيح فإذا إحنا بنقول الموسيقى العربية شاملة دا أشمل بكتير كل الأنواع أشمل بكتير كل فيها كل الأنواع يعني لو أنت لو حد معتبر أن مثلا الجاز إحنا في حاجة عندنا اسمها Oriental Jazz طبعا جاز ليه علاقة بالموسيقى العربية بقلات الموسيقى العربية أنا عامل السندي يعني دا لحضرتك بس عندي اتجاه السندي أن أنا هعمل من ضمن 11 يوم بتوى المهرجان ثلاثة أيام مهرجان للوريانت الجاز للموسيقى العربية للجاز هستهدئ دا حيبا حلو دا قوي أه يعني أصدي دا تكملة عندنا أغاني كتير فيها الجاز يعني أغاني كتير فيها الجاز العربية يعني فيها نفس الشكل التحدي اللي هيقابلك في التنظيم ولا في الوضع التفاعل مع الجمهور في الأوبرا ولا النجوم التحدي التحدي أن أنا عندي أحلام نفسي أعملها سقف الأحلام فيه لا 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 عندوش سقف عندي أحلام كتيرة جدا وعندي اتجاهات وأفكار كتيرة جدا هو دا التحدي أنا هقدر أعمل منها قد إيه وهقدر أقدم إيه مختلف في المهرجان السندي فكرة الحفلات والنجوم السوبر ستورز دي مفروض أن هي على هامش المهرجان على هامش المؤتمر العلمي يعني دي الحاجة الترفيهية بس هي اللي بيستناها الجمهور صحيح صحيح دي هي موجودة بس أصدي مش دا أصل المهرجان أنا بحاول أرجع على أصل المهرجان أنا بحاول أرجع على أصل المهرجان كل نوع الموسيقى تبقى موجودة وحضرتك تروحي زي فكرة السوبر ماركت حالك بتخش السوبر ماركت بتلاقي كل حاجة بتاخدي اللي انت عايزة وتبشي صحيح؟ حدش بيقول لك خدي دوت أو ما تاخديش دوت أو حبي دوت أو ما تحبيش دوت أو بلاش تعملي تاخدي البراند دوت وخدي البراند دوت صحيح؟ أنا مقدم كده يعني عايزة مفاجأة واحدة بس أطلع بيها في تساعة قولي مفاجأة واحدة هتبقى موجودة مفاجأة بحاول ان تبقى في احتفالية في مصر كلها ان مصر كلها تحس انها عندها مهرجان انا عندي مشكلة شخصية ان انا بعتبر ان المصريين مش عارفين ان عندهم مهرجان للموسيقى بس هم عارفين ان عندهم مهرجان للسينما صحيح؟ بس هو المهرجان عنده اسم كبير والناس بتحبه لناس معينة انت عايز يبقى زي مهرجان السينما مصر مصر كلها بتغني الحقيقة مصر والمصريين لازم يبقوا عارفين عندهم مهرجان عظيم بقى له 31 سنة اهدافه كانت قيمة جدا 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 فده هدف من اهداف السنة دي ان انا اخد خطوة انها تبقى مصر تعرف المصريين يفرحوا ان عندهم مهرجان فنحاول نعمل حفلات في مصر كلها تحتفل باذن واحد احد هل هيكون في حفلات في محافظات زي اوبرا ده منهوره مثلا طبعا طبعا اسكندرية اكيد طبعا هيكون فيه طبعا دي مسارح تبعة للأوبرا وتبعة لوزارة الثقافة ولازم يبقى فيها طبعا لازم يبقى فيها حفلات وفيها انشطة هل بقى فيها نجوم ولا نجوم الأوبرا لا 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 ليه يبقى فيها نجوم ونجوم الأوبرا هل بقى لك نجوم الأوبرا عندنا نجوم أوبرا عظام 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 كلنا بنروح لهم وبنحجوم جدا صحيح بس هم محتاجين بس أنا بنبهر لما بشوفك على المصرح وانت مايسترو وبنبهر من الألات الحلوة وبنبهر من عزيفينا المصريين هل حنشوف ده بشكل مختلف في مهرجان الموسيقى العربية يعني زي ما بنحب المطرب بقينا كمان عايزين نسمع ألاتنا الحلوة دي بصي أقول له عليك على حاجة هو ربنا مدينا نعمة عظيمة على البلد دي يعني نعمة عظيمة علينا أن أنت بتولد لكل يوم مهوب ومثقف وعبقري دي مش بيديكي دي حاجة يا ربنا كتب يا ربنا ندمها نعمة علينا فأنتي مش هيخلص من عندك الحكاية دي مش هتخلص عندك مواهب هتفضل طول الوقت مش موجودة في العلم وأنا مش ببالغ يعني دي مش مبالغة علشان أنا مصري فمنتامي المصري فمدافع لا دي حقيقة كل أسازة العلم عارفين يعني مفيش عازف بيقدر يلعب كل أنواع الموسيقى دي بنفس بنفس الاحترافية بنفس الكواليتي العادي العلي يعزف كلاسيك وسنفونيات وكونشرتات وكده يعزف عربي يعزف جعز يعزف خليجي مفيش عازف في العالم عنده الثقافة أنه يقدر يلعب كل الألوان الموسيقية دي صحيح بنفس الاحترافية فدي حاجة ربنا كتبها علينا نعمة ربنا يدمها نعمة علينا فضل ربنا أن بقت الناس تاخد بالها من فيه فيه أركسترا كويس وفيه عازفين وميعرفوا العازفين بالشكل طبعا عارفين السوليستات بتوعنا بالشكل وده طبعا يعني برضو يودينا الحتة أن أنت كل وطنك العربي كل إخواتنا في الوطن العربي بيستعينوا بيكي في الموسيقى وفي الفن وفي التدريس وفي العصف وفي حفلاتهم وفي كل حاجة تغير على بلدك؟ جدا وإنت بتشتغل حاطة بلدك والمنافسة جواك عايز تعمل حاجة مختلفة؟ ده طبعا ده طبعا بصي أنا عايزة يعني أنا برضو يعني كويس أنت فتحت معي الحكاية دي عشان أنا دايما بقابل الناس دايما بيقولولي مصر ما لهاش منافس مصر طبعا مصر عظيمة بتاريخها بفنانيها بكل حاجة بس اللي مالوش منافس بيخترق له منافس طبعا أنا لو ماليش منافس لازم اخترق لنفسي جوايا منافس علشان أعرف يعني أقدم الجديد أو يعني أخد خطوة دايما لقدام مفيش حد مالوش منافس مفيش حد اللي أنا شايفه دلوقتي مناخ في منتهى الجميل وفي منتهى الصحة وحاجة تخلينا يعني كلنا فخورين ورفعين رأسنا إن إحنا بنحاول نعمل حاجة حلوة وإخواتنا بيحاولوا يعملوا حاجة حلوة يعني دي حاجة عظيمة أكيد أكيد يعني المنافسة في الفن مطلوبة بشكل كبير عايز أعرف الفرق ما بين إنه يبقى رئيس مهرجان الموسيقى العربية الجديد في دورة عشرين تلاتة وعشرين يبقى مايسترو أو يبقى ناقد موسيقي أو يبقى أستاذ مثقف الفرق الفرق في الرؤية في الرؤية وفي الأفكار الرؤية اللي ممكن يعملها مايسترو إيه اللي يفرق الموسيقى المايسترو أكيد بيبقى ليه موسيقيا شايف حاجات في حاجات مش عجبية الفترة اللي فاتت عاوز يخش يضرب فيها يصلحها المايسترو ممكن يساعد كتير جدا ولاد الأبرا المواهب العظيمة إنهم ياخدوا خطوة قدام إنه يتعرفوا أكتر إن مصر تعرفهم أكتر ويتقدرهم أكتر بس هي في الآخر بتوقف على أنت أحلامك إيه أفكارك إيه اتجاهاتك إيه وقدرتك قدرتك كبان العقلية والثقافية أنت ممكن تحلامي بس ما تبقى عارفة إزاي تحقق الحلم فهي برضو قدرتك إيه على أن أنت تحقق حلمك عايزة وإنت بتتكلم عشان دايماً مش بنسى الحفلة بتاعت أنغام في العالمين وقد إيه الحفلة كانت مبهجة وجميلة والأركسترا الكبير والديو الحلو اللي ما بينك وبين أنغام ليه الناس بقت بتحس بيه قوي؟ يعني الناس بقت عارفة إنه أنغام هتغني المايسترو حيبقى هاني فرحات وبقى فيه كده يعني نجومية حلوة ما بينكوا على المسرح أنغام عشرة عمري من أنا عندي 13 سنة هي درسة نفس دراستي مثقافة نفس ثقافتي درست كلاسيك زمانة درست وهي كملت كمان موسيقى عربية نشارك في ثلاث تربع تاريخها الموسيقي يعني ففيه تبادل وراحة و وحب للمزيكة وذكريات يعني لما أنا قالت لما بطلع معها حفلة نلعب مثلا ونتعرفها بي أو عمري معاك أو قلبك الأغانية دي احنا سجلناها 2002 فبيجي قدام عينك الشريط التاريخ كله بس انت قلت مرة أنه أغانية أنغام قدرت قدرت أنت تطلع منها تطور كتير في الموسيقى وفي الرؤية ليه قلت التصريح ده لا أنا يمكن قلت أن أنغام عندها طريق عندها عندها هدف من ساعة ما طلعت لغاية النهاردة في الكلمة اللي بتختارها وفي اللحن اللي بتختاره بس هي متطورة جدا جدا ومنفتحة جدا أنها عايزة تعمل كل أنواع الموسيقى المودرن وتعمل جاز وتعمل باب وتعمل راكوة فده بيديك أنت تنوع كبير حرية عظيمة ولما يبقى في حد وثق يقولك لو سمحتي اعملي يعني اعملي كل اللي أنت نفسك في يعني فريدي عضلاتك فأنتي بتبقي كمان مسترياحة كواليس العالمين كتعملة ازاي العالمين أنا وصلت يعني هقولك السر أنا وصلت يوم حفلة العالمين الساعة ستة ونص كنت جاي من لندن لأن أنا كان قابليها عندي عندي حفلة سرس محمد عبدو في لندن فوصلت ستة ونص المغرب كده وطلعت من المطار على الساحل على طول طبعا كان الأركسترا موجود في العالمين عملوا بروفة وعملوا بروفة مع أنغام وكل حاجة وروحت يا دوبك لمست البدلة في العربية وطلعنا على المسرح بس هي زي ما كنا بتتكلم مع حضرتك العالمين أنت بتخشي بتلاقي نفسك فرحولة مبهجة بتلاقي نفسك أنا هو أنا اللذيذ قوي ليها ايه السعادة دي هي مدينة سحل عموما مدينة بتخشيها بتبقي سعيدة عندك طاقة إيجابية عظيمة وحالة جديدة صحيح البحر بحرنا والفن فننا والجمهور جمهورنا كل حاجة فأنت بتتأثري بالمناخ يعني أنت لما تخشي في مكان كله طاقة إيجابية بالمنظر ده فأنت لوحدك كمان أنت بتطلعي كمان طاقة إيجابية عظيمة وتستمتعي أكيد وتفاعل الناس كمان معاكي وان تو وان كده التفاعل كان رائع بيخليك أنا هديك فاصل كده تشمي نفسك نعتبر وكده وتشرب مياه وهنا أنا هنقل الكلام أكيد مع المايسترو هاني فرحات هعرف منه حكاية تتحدى العالم تتحدى العالم إزاي في الأغنية دي طب عمل إيه لما دخل بأغاني عمر دياب إيه حكاية محمد عبد ولا رابح سجر ولا كله الخليجي على المصري على اللبناني على إزاي عمل هاني فرحات بعد فاصل ورجحنا تاني مع المايسترو هاني فرحات اللي منورنا في التسعة بنعزف معاه على الألات الموسيقية إيه حكاية تتحدى العالم الأغنية دي يعني أنت دايماً حاسس أن هي يعني عملت لك نقلة مختلفة صحيح السبب صبر رباعي طبعاً صبر طبعاً مغني عظيم الأغنية دي كانت أول أغنية كلاسيكية صرف يعني ديها علاقة بالموسيقى كلاسيكية قوي يعني ناحية الكلاسيك قوي بكل بالأوركستريشن اللي اتعمل فيها كله كان ناحية الكلاسيك خالص وده أصل تخصصي وأصل دراستي من وانا عندي ست سنين فلما عملت اتحدى العالم من نافذة صبر الرباعي فطبعاً انتشرت زي ما حضرتك عارفة انتشرت جداً ونكحت جداً وبقى كل المطربين يعني جايين لي احنا عاوزين الكلاسيك احنا عاوزين انت بترتاح للمطرب المثقف يعني صبر رباعي مثقف موسيقياً جداً بيفرق معك؟ يفرق مع المايسترو؟ طبعاً بيفرق؟ طبعاً فيه لغة فيه حوار أنا ممكن حد مش متعلم موسيقي موسيقى بس موهوب يعني ده موليش علاقة يقعد نص ساعة انت عاوز تقول لي ايه؟ انت عاوز تفهمني ايه؟ يعني انا مش فهمه فيقول لي انا عاوز هنا مزيكة زي السماء زي البحر يعني يعني انما لما يبقى حد متعلم بيقول لي الكورد ده فيه نغمة نغمة مية طبعاً الثقافة الموسيقية بتفرق خلاص فيه حوار بتفرق جداً معك فيه حوار وكمان ببقى أنا مستريح لانا المطرب المتعلم المثقف بيبقى هو عارف انا بعمل ايه؟ فما ببقاش عندي مشكلة خلاصة هو انا مرتاح ووقف على ارض صلبة جداً لان انا معي واحد هو اتعلم انا بعمل ايه؟ هو عارف انا بعمل ايه؟ عارف يعني ايه اوركسترا يطلع على خلي بالك ان انت تطلع يتغني على اوركسترا دي تقاليد عظيمة وما ينفعش تتكسر وما ينفعش تبقى يعني تبقى كده دي مسؤولية عظيمة فالمطرب المتعلم المثقف هو عارف عارف الرولز عارف القواعد عارف قوانين الاوركسترا عارف احترام الاوركسترا ازاي وتعامل مع الاوركسترا ازاي؟ الجوكا زي ما بيقولوا طيب بحلم وانت بتتكلم كده مش عارفة شفت كده صورة وقلت لو انت يعني عايز مفاجآت في مهرجان الموسيقى العربية رئيس الاوبرا خالد داغر بتشلو وهاني فرحات بالكمان بنعم الفقر ينفع؟ خلي بالك انا وخالد داغر احنا كنا دفع واحدة في الكونسبراتور وكنا بنعم في حاجة اسمها موسيقى حجرة في الكلاسيك كده فكنا بنلعب دايما تريو انا وهو واحمد ابو ظاهرة بيانيست رئيس داري الاوبرا بتاعة العاصمة الجديدة فكان ده التريو اللي انا تربيت معاته العمر لعبت معايا موسيقى هل دي اللي عامل بينكم التناغم انت ورئيس الاوبرا فنان خالد داغر؟ خالد اخويا ومتربي معايا ودفقتي ونفس تعليمي وثقافتي مريحة انا برده بعمل مهرجان ورئيس الاوبرا بكل اللي انت قلته ده مريح بالنسبة لك يضيف طبعا هو عارف انا مفكر في ايه هو عارف انا ليه مفكر في كده انا ليه عاوز احلم بكده انا ليه اتجاهاتي كده فانت تبقى مرتاح دايما كنت بقولك المطرب المتعلم هو عارف انت بتعملي ايه طبعا ما بيعملكيش اي قلق او شوشرة لانه مش فاهم انت تعملي صحيح جوايز الجرامي الموسيقية معروفة في العالم للموسيقيين والناس كمان اللي بتتابع وانت منحظك ان كان فيه تنمية ثلاثة معاك في حفلة واحدة في حفلة مونير اشادو بيك وانت قلت ان دي كانت حفلة مش عادية بالنسبة لك حفلة مش عادية انا وكان فيه واحد من فيكتور ميندازا ده ده راجل علامة في الموسيقى اللاتن في العالم وعميد بيركلي اكبر جمعت موسيقى في الدنيا يعني ده كان حلمي من احلامي احضر له حفلة بس انا موجود المايسترو لا مش انا اشوفه يعني ان انا مايسترو بشاور عليه وبقوله انا لا انا عاوز هنا كده انا عاوز الصوت المزيئة كده ده يعني كان يعني فوق حلمي انا بقول له حضرتك انا كان حلمي احضر له حفلة ما بين الناس واحضره بس اشوفه هو على الستانج هو بيلعب فانا محظوظ حظ غير طبيعي الحفلة دي انا يعني اتقلي احلم احلم كل احلامك وكل احلامك هتتنفس بس اعملنا حاجة عظيمة فضل ربنا علي فاتح السلامة كمان كان عظيم طبعا وفاتحي من التلاتة اللي واخدين جرامي طبعا طبعا فحاجة انك تكوني بتلعبي في اركسترا تلاتة منهم تلاتة ميوزيشنز منهم حاصلين على جرامي على جايزة جرامي دي حاجة عظيمة بس كمان بقيت الاركسترا يستحق كل واحدة فيهم جرامي الحقيقة من كتر الاحترافية والمستوى والشغف والتعليم الراقي جدا 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 انا ساعات لما بشوفك على المسرح وانت منفعل والاغاني بتشحن كمان وبقى ليك فانز يعني انا بشوف كمان ان الجمهور بقى بيستقبلك زي ما بيستقبل النجل فضل ربنا يعني خلاص منهم يعني تحديدا انغام اكيد يعني بتبقى حافظ الاغاني يعني خلينا نشوف ما بي ما نحط صور ليهم دلوقتي سواء انغام او مونير بتبقى حافظ الاغاني طبعا وانت معاهم جزء من شغلتي او بتبقى يعني انا ما بفهمش ايه التمييز اللي عند هاني فرحات هل هو دراستك للكونسرفاتور عشقك لموسيقى صفرك لعبت ما بين المصري والخليجي والعربي يعني ازاي قدرت تحط كل ده كده عالتراويز بس يا رفض ربنا علي ان انا محظوظ جدا وقدعي ان انا كنت من المحظوظين جدا اللي البلد دي علمته احسن تعليم وصفرته وصرفت عليه وخليته يلف العالم ويلعب مع كل اركسترات العالم انا محظوظ جدا 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 عشان كده عندي ثقافة كل لون موسيقي ثقافة كل لون يعني طبعا حضرتك بتقولي مصري وخليجي ولبناني بس هي في الاخر المزيكة هي اللغة الوحيدة للعالم كله بيتكلمها صحيح العالم كله مش محتاجة ترجمة تحت انت بتسمعي يعني احنا شايفينك وانتا هنا موجود هي مش محتاجة اي ترجمة لغة بلا ترجمة صحيح طيب الحاجة التانية يعني برضو يعني واحنا دايما بنشوف العازفين والعلاقة بقى ما بين المايسترو والعازفين بتبقى عاملة ازاي يعني هل هي يعني ايه اللي بتقدر تطلعه من كل واحد يعني هنا مثلا اونكسترا كبير عظيم هل بيبقى صحابك واللي بتبقى عارف كفائتهم ولا ازاي العملية بتتبقى موجودة الاونكسترا الحاجة بتكلمي عليه ده معظمه تلم زيتي والنص التاني الصحابي اللي درسوا معي والنص التالت ازاي زيتي يعني انا جمع التلات اجيل الاونكسترا بيستمد كل حاجة من القائد بتاعه الشغف الانيرجي الطاقة احساسه بالمزيكة احساسه بالتمبو هو الاونكسترا كله بيستمد طاقته من القائد وطاقة القائد والاركسترا بتتنقل للمطرب واحنا التالتة بنقل الطاقة دي للرجل اللابس متشيك ونازل عشان يستمتع يجي شوفنا صحيح فهي دي اصل شغلانتك ان انتي الناس اللي جاية تحضر عشان تتبسط لازم تتبسط مالهاش علاقة بقى انت هفرق معاك لو انت بتقدم حفلة انك تبقى حابب الاغاني ولا بتبقى محترف احيانا لا انا على طول لازم ابقى محترف انا لو لازم ابقى محترف طلعت على الستيتش خلاص فيش حاجة اسمها احب حب وكره فيش حاجة وديل ده اول حاجة بتتعلميه في الكلاسيك ان انت لازم تأذفي اللي انت شايف ان انت بتكراهي هو ده احنا تعلمنا كده انت مثلا موتسورت احنا في البتوع الكلاسيك عارفين عشان هو ليه تقاليد معينة والعصر الكلاسيكي دوت بيكتفك في العصف ولازم تبقي كل حاجة بحساب بالزيادة صحيح طبعا فبتوع الكلاسيكا بيحبوش يحبوا العصر الرومانتيكي الرومانتيك اللي هو فيه احاسيس واموشنز والعبي براحتك واعمل لي كل حاجة فبيعليونا في الكلاسيك انت لازم تلعب بموتسورت وتبدل بتلعب بموتسورت طبعا لغات ما تحبه طبعا شوف لك مدخل حبه وخش هو هي دي اللي احترافية تحب مين اكتر فاجنر ولا فردي في وجهة نظره لا انا فاجنر ده بيحب الاصوات وده بيحب الالات فاجنر بالنسبالي عشان انا انا نحية الموسيقى شوية فانت فاجنر اكيد وفاجنر عمل نقلة عظيمة في الموسيقى وفي التأليف الاركسترالي لا فاجنر بالنسبالي فاجنر وبرتوك من الاتنين دول انا متأسر بيهم جدا وبحبهم جدا 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 بس انت موجود في برنامج التسعة والتسعة هنا لانه الساعة التسعة دي كان ده اهم ما يقدم بليه الناس لانه ده وقت مشاهد صحيح خلينا ناخد من التسعة ارقامها واقعها السريع تسعة بالنسبالك رقم قريب بعيد تحبه بتكرهه قريب عادي تسعة بس يعني تسعة انا احب رقم ثلاثة اتفائل بي اكتر طيب خلينا نشوف مين رقم ثلاثة تعال كده هناخد رقم واحد ليه عمر الدياب عملك نقلة كبيرة اول ما وزعت وزعت مع عمر الدياب فيش حد محصوص كده فيش حاجة كده اول ما وزعت هو اللي جابني قل لي انت هتعملي الاركسترشن بتاع بتاع اعلم قلبي اعلم قلب اعلم قلبك الكلام انت بقى علم قلبك المزيكة اه الي انت تعلمته اعمل الي انت عايزه انا مديك الحرارة بتعمل قلبك اعزه تخيالي اول ما بدأتي حياتك العملية انك بدأتي توزعي زيب يعني مزيكتك العالم العربي كله هاسمعها ما فيهوش كلام وهيحكمه عليك يا عصدي هيحكمه عليك بقى دي كويسة بس اداك الفرصة ان كل العالم العربي يسمعك يسمعك انا حبقى سريعة جدا عشان وقتي حنشوف تاني الصورة وهي الصورة بير برضو هنشوفها مونير الكنج مونير تاريخ عظيم وشوفي مشواره واحد فضل مصمم على مشواره متهزش ولا راح يمين ولا راح شمال ولا راح مع الترنت مونير من الناس اللي قدروا يقدموا ايقاعات مختلفة انت كنت تستمتع بيها واختلفة تمام انت كمايسترو فيها بالنسبة لك حالة تانية برضو وانت بتوزع اه بس اقولك الحقيقة برضو يعني دي اول مرة انا اقولها انا حفلة مونير اللي انا عملتها معي في غدة اللي كان فيها اركستر عظيم دي دي كانت اول مرة اشتغل مع مونير وانا من الفانز بتعملين انا بحب مونير وبحب مشواره وبحترم تفكيره وبحترم اسراره على اللي بيقدمه بس اكتشفت ان لما لعبت معا لايف انه عنده كم من الطاقة والانرجي في مزكته مش طبيعية زعلت ان انت تأخرت على بال ما اشتغلت مع مونير وفرحت ان انا فضل ربنا علي ان انا اشتغلت معي هتديله كم من تسعة مونير هتديله تسعة تسعة من تسعة نشوف اللي بعده انغام انغام عندها تاريخ عظيم والست دي حربت علشان جمهورها وحربت علشان فندها قصدي حربت ان هي فضلت مسكة طريق اللي رسمي اللي هي بس شايفاها وعارفاها طول عمرها برضو ما تهزتش ما تهزتش في وقت التسعينات كانت الموضة صراحة شغلك مع انغام والنضوج واللطافة والنجاح ممكن يسبب غيرها الاصوات غنائية تانية بصراحة اعتقد لو حد سوي هيبقى حابب انه اعمل كحاجة كده مش هيغير يعني مش هيغير غيره وحشة هيبقى غيرانا طب انا ليه ما اعملش كده انا ليه بس تمتعش كده انا ليه ما اعملش بزيكة كده انا موافق على ده بس في الكواليس ممكن يحصل انه نيشغلوك بالغيره عشان كده قلت ايك لو سوي لو هو سوي لو سهي غير اللي هو عايز يعمل كده عشان تسعى ما تاخدنيش الارقام هني شاكر عظيم هني شاكر صوت من اصوات مصر بمناسبة صوت مصر مين وده صوت من اصوات مصر يعني اللي احنا لازم نفتخر ونبقى فرحانين مش نتخانك تحب اغنية اللي هني شاكر وبتبز بتحس ان غلطة غلطة اه احسن فيها توزيعات كتير توزيعات وانا بحب محمد دية اللي كان اللي كاتب الملحن واللي موزع الاغنية طيب نشوف اللي بعدها احمد سعد احمد سعد من من اكتر اللي بتغني حلو طول عمرها يعني انا طول عمر يقول احمد سعد مش واخد حقه في حاجة مش مزبوطة في حاجة غلط مغني يعني موهبة عظيمة ايه الالة اللي تشبه احمد سعد التشلو التشلو عشان انا افتكر عازف التشلو يحيا مهدي ده عازف هو صوته الرنج بتاعه الرنج بتاع تحس انه طبع نجمة كبيرة وعايز اعرف يشبه مين في الاصوات نشوفه فؤاد 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 اركستر الوحيد اه فؤاد ذكراتنا كلها ذكراتنا كلها مرتبطة بفؤاد ومرتبطة بعمر مرتبطة بالجيل ده كله الحقيقة فؤاد نفس السؤال نفس السؤال شغلك مع عمر ممكن يأثر لو اشتغل معك فؤاد ولا ده ما بيفرقش كتير زي انغام وناس ثانية اشتغلت مع فؤاد ووزعت له فؤاد كتير ما بيحصلش قلق في الكواليس بالعكس خالص ما بيحصلش عشان كده بقول لحضرتك هو لو هيغير هيبقى عاوز يعمل حاجة حلوة زي كده فهيجي يقول لي احنا عايزين نعمل حاجة حلوة زي كده بتعتبر نفسك مايسترو جيل لا 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 ولا حب المسميات دي ولا حب التصنيف ده خالص أنا عندي نجم الجيل حميد حميد صاحب مدرسة عظيمة وصاحب نقلة في التسعينات عظيمة في المزيكة وفي التوزيع وفي الألات وفي الصور موسيقى حميد شبه ايه شبه ايه في الأوركسترا مزكته طلعت ألات ايه وعلت حاجات ايه ما كناش بنستخدمها أنا بعتبر ان حميد أنا ده هم بقول ان هو بابا المقسوم هو وطريق مذكور ان دول عارفة الرتم المقسوم المصري حميد وده في حتة تانية خالص حميد كان أغانيه فيها كم من الطاقة تسمعي أغانيه حميد لازم تبتزيب ترقصي لازم تبدأي صح يعني صدق عايزة اقولك حاجة اكتشفنا واحنا دلوقتي في عشرين تلاتة عشرين ان احنا كجيل في التسعينات كنا بنسمع غني حلوة اوي كنا بنسمع صغولة حلوة اوي ومرتو انت علانة انه كانوا بينتقدوهم لا هو الغريب ان انت لما تسمعيها دلوقتي تحس انها معمولة دلوقتي ايوة هو دي اللازازة بقى دي العبقرية كلمة مايسترو كلمة كبيرة ومهمة ما ينفاش تتقالع على اي حد صحيح ولما كنا بنسمع مايسترو على فنانين كبار وعزام وموسيقيين كبار جدا كان بتبقى ليقة عليهم ده واحد منهم ده رجل نقل حاجة فضيعة ده رجل نقل المزيكة في حتة تانية خالص ده ده عبقرية بليش حمدي فتعمل لنا ليلة كاملة كده بليغ عايز ليالي بإذن الله بإذن الله مهرجان الموسيقى العربية لازم يكون فيه ليالي بليغ بس على فكرة بليغ موجود في كل حتة صحيح بليغ موجود مع كل الناس وفي وجدان كل الناس وبتتغنى أغاني في كل حتة في كل حتة ده راجل أسطورة ده راجل أنا بعتبره عبقري إنه في العصر ده نقل المزيكة من لحتة بعيدة جدا 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 اتهاجم طبعا وزي أي حد بيعمل حاجة جديدة بيتهاجم في الأول بس بعدك تخيل أنت لو بتعمل حفلة أنت بتقدم بليغ شعبي ورومانسي ووطني وأغنية طويلة وأغنية وسيار أنا بقول بليغ ربنا رحمه مجنون إنه في الوقت ده كان بيجيله الأفكار دي بيجيله الجنين في المزيكة كده لا 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 ده بليغ في حتة البعض النسيقي لما يبقى وطني بيحب بلده بجد وبينفعل معها بجد بيفيد بيسيب أثر بيترق علامات كده بصي أنا مش عايز أصدنفها هو ما فيش حد بيحبش بلده ما فيش فنينة بيحبش بلده بس فيه واحد يبقى طول الوقت دي رسالته عايز طول الوقت يقدم حاجة لأهل البلد يعني الأنبيهم التعليم أنا قلتلك من الأول خالص أنا بشوف أن التعليم وأن أنت يبقى عندك العلم وتنقليل كل النس كل ما أنت ماشي أتعلمي اللي أنت تعلمتيه واللي أنت خدتيه أنا أشوف أن دي أكبر درجات الوطنية اللي في الدنيا أنا بوافق على ده لكن لكن ليه كنت بقولك كده لأنه ساحات كده تلاقي ربنا يدي موسيقي يعيش حياة صغيرة قوي بس يفضل كل حاجته مرتبطة ببلده قوي زي الصورة دي كده بالزبط هو انطبق عليه الكلام ده ده يعني حاجة أنا 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 في المهرجان جاي عشان أشتغل عشانه طب شفت بقى هو شخصية المهرجان يعني سيد درويش ده هو دي شخصية المهرجان اللي أنا بنحتفل بيها وابنحتفل بمقاويته كمان السندي مقاويته آآ لا يعني أحسك أنت جايباني أساطير عظيمة عظيمة أنا أنا يعني أنا أنا أقل بكتير أو أن أنا أقول رأي في الناس دي الحقيقة غير أن أنا ببقى مبهور وفخور ورفع راسي في السماء أن إزاي كده إزاي العبقرة دول كلهم من بلد واحدة من بلد إيه الحلاوة دي هني فرحات الآن من مهرجان الموسيقى العربية ولا متحمس الآن جدا 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 في الآخر أنت بتشتغلي في حاجة وعرفة متأكدة أن أنت الناس كلها مش هتفق عليك ولا نترضي كل الأزواج عشان كده أنا بحاول بحارب أن أنا الحملة اللي هكتفي ده أقدر أعمل بي أي حاجة أسعد بيها أكبر كم ممكن من الناس إنما الحميس لأ أنا مولع حميس جامد أنا هقفل الحوار الجليل ده بنفس الحميس وحشكرك جدا حاولت ألبس الجاكت بتاع المايسترو حلو جدا حاولت أكون أد حلو جدا أد المايسترو أنت نورتنا في التاسعة وحيكون لنا لقاء وعدنا بيه بعد المهرجان أنا متشكر جدا لحضرتك ومتشكر لأن أنت استضافتيني ومتشكر للازاستك معايا في الانترويو أنت نورتنا ومتشكر لكلامك الحلو على يا رب كنا استهله أكيد أحنا في انتظار المايسترو حاني فرحات بكل اللي بيعمله أوركسترا مهرجان الموسيقى العربية والمؤتمر إنساء الله وكلنا لقاء ونتكلم أكتر وأكتر عن الموسيقى أي أكتر قونية بتحبها بعيدة عن كل اللي احنا قلناهم لا كتير قوي كتير قوي لا لا أصعب أصعب سؤال في الدنيا أصعب يعني كتير بحب حاجات كتيرة جدا 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 طيب حسيبك تحب أتمنى بس قبل ماقفل محضرتك أتمنى أن أنت تبقوا في ظهر المهرجان أكيد وفي ظهرنا وإن إحنا بس تبقوا أنتوا كمان تدونا الدعم وبدأوا في ظهرنا إن شاء الله بإذن الله ذا تلفزيون الشعب صحيح فأتمنى لأنه في ظهر المهرجان المايس روهاني فرحاتنا ورثني في التاسعة وإلقاء خلص بسرعة حاولنا نروح ونيجي معاكم الموسيقى فن والآلات أحلى وبلدنا مليانة مبدعين وفنانين في انتظار مهرجان للموسيقى العربية جميل وحاولنا نكون معاكم النهاردة في خميس التاسعة غدا يتجدد اللقاء يوم الجمعة أما أنا ألقاكم الخميس المقبل بإذن الله تصبحوا على الألف خير